أخبار من العالم في صفحة متفرقات سريعة ذكرى عماد السيد المسيح على يد يحن المعمدين بالنهر الأردن أحيها المسيحيين اللي بتبعوا تؤيم الشرق اللي جمعوا بعدد كبير حد النهر ليتباركوا من الماء ويغتسلوا فيها ورفعوا الصلوات على نية السلام بكل العالم واحتفالا بهالذكرى اللي بتصادف بـ 16 كانونتان من كل سنة توفد لمئات من الأشخاص إلى العاصمة الروسية اللي جددوا معموضيتهم عبر الغطس بالماء المتجمدة بالتأليد بيعتقدوا أنه بيساعدوا ليتخلصوا من خطياهن وبنفس الوقت بنعكس إيجابا على صحة إلى المكسيك حيث عثر علماء الأثار على عدد من الأواني والأدوات اللي بيعود عمر لأكثر من ألف ومئة سنة واللي بيعتقدوا أنه قبائل الماء كانوا يستعملون العلماء أكدوا أنه من خلال هالأواني لحي يقدروا يعرفوا أسدوب ونوعية الحياة اللي عشوا أفرادها لأبايل هالصورتين اللي عم نشوفون منوا لنفس الشخص لأن الصورة العليمين هي صورة بورتيلر رسام العالمي فانجوغ أما العشميل فهي من صنع مصور فوتوغرافي اللي تواني لسه بلشت لما أرى لها المصور أنه يتسلى بصورة صديقه لا يصير يشبه فانجوغ أما الهدف من ورها الشيء هو تقديم صورة جديدة بتقنيات أعلى للرسام الشهير ترجمة نانسي قنقر